خلفها البواباء، براد قلبه كبير ليطعم أهالي الحي اللي ما عندن وجهة تانية يلجأوا لها براد الحي، كلمتان بيختصروا مبادرة إنسانية بتبلسم جروح وبتشبع أكتر من 600 شخص أنا بال2017 كتير تأثرت بشي ظاهرة جديدة شفتها ببيروت ناس عم بتنبش بالزبالة وتاكل، ولاد وقيم ناس كبار بلشت بسيارتي عب كيس أكل، ووزع وين ما أوصل شوف ناس حد الزبالة قاعدين عايزين أعطي نحن أول براد حطيني بمارس 2019 برعية ماريوحنة بالأشرفية نحن عنا براد بماريوحنة، عنا براد برعية مارمخايل وعنا براد برعية المعونات بجونية برنامج براد الحي بيمتد على مدة سنة ليترك المجال لعيها الجديدة تستفيد هلأ في الدار لانش بوكسز حبين يكون بروجيت كوميونوتير يعني اليوم يلي بيلفوا صندوشات الولاد هن أمات البنافشريز طبعنا تركيز الأكبر أنه يصير مطبخنا هو بيقدر يخلق فرص عمل دائمة وان بارتايم بيسز لهالكوميونوتير اللي حاولنا بها المطبخ كتير من الإيدان الخيرة عم طاعت من قلبة وسوا رح نشوف كيف بيشتغل مطبخ الحي منحضر قبل بنهار شو عنا طبخة لتاني يوم نحن منبلش ساعة سبعة الصبح بطبختنا أوقات طبخات على التسعة منبلش نسكب منهم أكيد طبختنا بدأ تكون كأننا عم نطبخ بالبيت إن كان بالنظافة إن كان بالكمية إن كان بالنوعية هدى مساهمتها كبيرة بها المطبخ مثل عدد كبير من النساء أنا بيشتغل براد الحي بيستفيد من خدمات البقدموة من جميع النواحي من ناحية أكل من ناحية المادة وعم سهم إنه قدر أمي اللقم تعيشوا معه ومعه سحدا إلى جانب توزيع الحصص الغذائية مبادرة فيل ذير لانش بوكسز لأكثر من ألف وثلاثين تلميذ بالمدارس عم تتحضر على الساعة 12 كتار بينطروا هاللقمة اللي بيستلموها بكلمة حبة لقلهم ولعيالهم مع قطعة حلو بتنعش قلوبهم الحلوة ميلز آن ويلز مئات الواجبات بتم توزيعها على المناطق اللبنانية هي بتكون من كل محبة ومن كل قلب لأنه هيدا جمعية بتعرفين تانو بتساعد المحتاجين وهي المبادرة بتبلش من شخص بس تنقلب لمجموعة بتنقلب لمنطقة بتنقلب لبلد مثل ما هو براد الحي عم يخلك المحتاج ياخد لقمة عيشه بكرامة ويأكد إنه صحيح هالبراد صغير ولكن فعلا قلبه كبير ترجمة نانسي قنقر